الوقفة الاحتجاجية اليوم تأتي في صياق تماطل الوزارة في تسديد أو في أداء تعويضات تكوين مجموعة الموظفية وزارة التربية الوطنية منهم من تقاعد لمدة سنوات ومنهم من قضاء نحبة كالناس يتوفرون إلى غير ذلك هذه التعويضات ستتعود إلى سنوات تسعينة القرن الماضي وبداية الألفين والحد الساعة هي ديون الوزارة بدون فوائد الوزارة الآن ما زالت تتلك وما زالت تماطل من أجل تسديد هذه الديون ونحن يجينا في هذا اليوم من أجل التذكير الوزارة ومن أجل الاحتجاج وطبعا السينكار دياله التماطل الغير المفهوم اللي كدروا الوزارة مع عدل ملف خصوصاً أنه كنا قد استبشرنا خيراً أنه في ابتداء من 2013 الوزارة بدت تسوي هذه المستحقة ديالتكوين بعد تنكوري هذه السنوات بدت تسوي عبر دفاعات غير أنه مرة مرة كيرجوا يتمطلو مؤخراً في شهر 11 وزارة صدرت اللوائح ديال دفع السادسة ديالناس اللي بستحقين تكوين وعيطت ليهم يوقعوا وبالفعل وقعوا الإخوان كنا نتوقع أنه بعد شهرين أو شهرين أو ثلاث أشهر على أكثر تقدير غادي يتم الأداء غير أنه الحد ساعة الملف تاني رجع للتماطل دياله السابق وجينا اليوم باش نذكر الوزارة بأننا مصممون وعازمون على النضال من أجل إحقاق ديال الحقوق ديالنا وتسلوا مستحقات ديالنا علم بأنه هذي ذويون تراكمت على الوزارة منذ القرن الماضي وبداية القرن التاليم ومن حقنا كمتضررين أننا نطالبه بفوائد ديالت أخير طبعا حضرنا اليوم كجامعة وطنية التاليم في إطار الدعم المساندة لأن هذه الفئة اللي المطلب ديالها كما يعلم رأي العام مطلب بسيط وهو التعويضات لمستحقات ديالهم منذ تسعينات القرن الماضي وهذا التلك في الحقيقة نحن في الجامعة الوطنية التاليم ليس بغريب في تقدير ديالنا لأفضل الوزارة اللي كتبنا تقشف ضد دن في المدرسة العمومية وضد دن في مطالب وحقوق نساء ورجال تالي نحن هنا جماعة من موند دفي وزارة التربية الوطنية اللي سبق لهم أنهم داروا تكوين وحسب القوانين الصادرة منذ زمان أن كل من كل موضف أقول موضف التحق بمدرسة معينة في إطار لاستمرار في تكوين فإنه سيعود الناس اللي تيجيوا من بعيد إلى الرباط أو لمدن أخرى أنهم يتلقوا تكوين إضافي فهما يستحقوا واحد تعويض يعني كتعويض عن التنقل عن الساكان بعدا عن الأسرة إلى غير ذلك هذه المسألة جارة بها العمل ولكن الدولة من صدر هذا القانون في 57 تغادت عنه وزارة التربية الوطنية اللي وحدها بينما الإدارة الأخرى فالتزمت بهذه المسألة هذه ولم يتم تدارك الموقف في هذه الوزارة إلا بعد أن قدمها مجموعة من الموظفين التابعين طبعا لوزارة التربية الوطنية بشكاية للجهات المختصة وخاصة المحكمة الإدارية وتمكنوا من تحقيق مطلبهم منذ ذلك الوقت ووزارة التربية الوطنية تعدوا بحل هذا الملف بشكل نهائي إلى حد الآن وهنا في هذه الوقفة هناك ناس ينتمون لجيل السبعينة والثمانينة والتسعينات لا زالوا ينتظرون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة